اشتركوا في القناة محمد السادس لرئيس الحكومة الإسبانية بيدرو سانشيز لزيارة المملكة في هذا العهد الجديد من العلاقات مع الجارة إسبانيا مجالات تعاون متعددة من أبرزها المجال الأمني وقضايا الهجرة اليوم نفتح هذا الملف الشائك لنرى رفقة ضيوف الكرام طموحات الرباط ومدريد في ظل متغيرات محلية وإقليمية ودولية تجعل الأمن والهجرة على سلم الأولويات باسمكم مرحب بالدكتور خالد فتحي البحث في العلومة السياسية دكتور أهلا مرحبا بك أهلا وسهلا بقرانات السدافة ترحب موصول أيضا بالأستاذ الحسين قنون رئيس المرصد المغاربي للدراسات السياسية الدولية سيد الحسين أهلا ومرحبا بك ورمضان كريم أهلا وسهلا رمضان كريم لك ولي جميع المغربيات والمغاربة داخل المغرب وخاري المغرب أهلا ومرحبا بك وما لأبدأ معك دكتور خالد حين يتم الحديث عن الرباط ومدريد نتحدث عن تحالف استراتيجي دائما ما تقال من مدريد وأيضا تقال هنا من العاصمة الرباط على لسان كبار المسؤولين في البلدين ماذا نعني بالتحالف استراتيجي؟ نعني به أن إسبانيا والمغرب أولا هم محكوم عليهم بحقائق الجيوستراتيجية أن يكون حليفين بمعنى أن المغرب هو يشكل عمقا استراتيجيا لإسبانيا وكذلك مدريد هي عمق استراتيجي للرباط كلاهما ضروري للآخر الجوار الحذر هناك الجوار الحذر في الحقيقة أن وجود المغرب وإسبانيا على ضفة البحر المتوسط يجعلهما في قلب تحديات إقليمية ودولية تحتم عليهم التنصيق والتعاون المغرب هو الشريك التجاري الأول لإسبانيا في إفريقيا كذلك هو ثاني شريك اقتصادي خارج الاتحاد الأوروبي لإسبانيا العلاقة بين المغرب وإسبانيا كانت دائما يمكن توصيفها بما يمكن أن نعبر عنه في العلاقات الدولية بالصديق المناوئ بمعنى أن إسبانيا كانت عندما يتعذق الأمر بقضايا في صالحها كمحاربة الإرهاب والتطرف قضايا الهجرة محاربة الجريمة المنظمة الصيد البحري نجد إسبانيا صديقة ولكن على مستوى قضيتنا الوطنية المصيرية كان هناك حياد سلبية يصل إلى درجة الانحياز للأطروحة الانفصالية ولكن الآن يبدو أن إسبانيا قامت بمراجعة نصوح لمواقفها ويبدو أنها فهمت أن المغرب يزن صداقة الدول بموقفها من قضيته الوطنية فيما يخص القضية الوطنية أكيد حسب ما فهمت من دكتور خالد سي الحسين أن هناك بالفعل منظار نفعي للعلاقة ما بين مدريد والرباط ولكن هذا هو يعني ذايدا العلاقات ما بين الدول أكيد أن هناك مصلحة المشتركة ستكون في مجالات متعددة أو مجال ما وبالتالي نتعامل بناء عليها اليوم في إطار هذه البراجماتية في العلاقات الدولية حتى أن مدريد يعني وصولها لهذه المحطة التاريخية فيما يخص القضية الوطنية ودعم المقترح الحكم الذاتي هو نتيجة أفعال امتدت لستة واربعين سنة ربما ونتيجة أيضا مواقف ونتيجة متغيرات سواء كانت على المستوى الدولي أو الإقليمي أو حتى على مستوى هذا الملف على وجه التحديد اليوم هل من نفعية في المواقف المتجددة لمدريد التي قد تؤدي لعلاقات قوية جدا على مستويات عدة أمنية هجرة اقتصاد إلى غير ذلك أم أنه بالفعل ذلك الطابع الاستراتيجي هو الذي لا زال يحكم في العلاقة بين الرباط ومدريد نعم بكل تأكيد أستاذ نوفل أنه العلاقات الدولية اليوم وأصبحت هاجسها ذلك العلاقات المبنية على منطقة رابح رابح وهذا المنطق هذا هو أولا يذهب في اتجاه المفهوم الإيجابي على اعتبار أن البراجماتية كمفهوم وكدلالات إنما تنطلق من ذلك العلاقات بين البينية التي يكون فيها الطرفين رابح سياسيا واقتصاديا وتجاريا لنسلط الضوء ولنسقط ذلك على العلاقات المغربية الإسبانية لما اهتزت هذه العلاقات وهتزت الطيقة التي تربط الجانبين ترتبع عنها ضرر اقتصادي بالدرجة الأولى إلى إسبانيا نتيجتها للمواقف التي اتخذهم المغرب ومنهم عملية مرحابة ثم أنه من جانب آخر أن إسبانيا تدررت من تدور العلاقات المغربية الإسبانية وأدركت لما توجه صاحب الجلالة الملك محمد السادس حفيظه الله بخطاب تاريخي ذكرى التورة الملك والشعب واعتبر على أنه يدعم شخصيا الحوار المغربي الإسباني ليس من أجل الخروج من الأزمة ولكن من أجل سشراف المستقبل والوصول بالعلاقات التي لا ينبغي أن تكون عليها العلاقات الإسبانية المغربية هي ذلك العلاقات المبنية على الطيقة وعلى أسس تعاون المشترك بمنظار الندية بفهم الإيجابي وبالتالي القضايا المطروحة على طاولة المشتركة ما بين المغرب وبين إسبانيا إنما تفرض على الطرفين يعني التوجه بكل ثقة وبكل وضوح وبكل خروج من منطقة ضبابية وجعل اليد في اليد من أجل استصراف المستقبل وذلك عن طريق يعني لما يلتقي الوزارين حسب ما جاء في المكالمة الهاتفية لصحب جلالة السيد رئيس الحكومة بيترو شانسيز على أنه دعا من خلالها للوزارين من البلدين على برورة خارطة الطريق من شأنها أن ترفع من هذه العلاقات يعني في جتاة جلياتها التجارية والأمنية والهجرة وكل ما من شأنه أن يرفع من المبادلات في جتاة جلياتها وبالتالي يتبين على أن هذه العلاقات التي وصلت الآن من النج ومن التفاهم ومن مسح تلكم الضبابية التي كانت تحول دون وصول المغرب وإسبانيا إلى تلكم العلاقات التي ينبغي أن تكون عليها السكة يعني وقطار التنمية التي تنشهه البلدين أعتقد بأن الزيارة المرتقبة للسيد رئيس الحكومة ومن خلال الوفدين الإسباني والمغربي وما سيتبلور على ذلك من اتفاقيات يعني تهم شتاء المجالات ومن بينهم النقاش يعني المستفيد حول قضية الصحراء المغربية ومدى دعم سيد ديمستورا في إيجاد الحل وفق لقرار حاول أممي بالتطورات المرتقبة من خلال أكيد اجتماعات اللجنة المشتركة وزيارة المرتقبة لرئيس الحكومة الإسبانية لأنه الباريس كان سيأتي منفردا أعتقد أن الأمور قد تغيرته بأن وفد حكومي إسباني سيكون في الرباط نعم بكل ذلك اجتماعات واتفاقيات منتظرة بين مدريد والرباط سيخالد يعني لنتحدث بكل صراحة وجدية اليوم حتى السياق الإقليمي والقاري والدولي يعني أصبح لا يسمح لهذين الشارين بالفرق طويل الأمد يعني نظرنا إلى الواقع داخل دول الساحل والصحراء سنجد تغطيرات أمنية وفلول للقاعدة وداعش نظرنا إلى الواقع الاقتصادي والاجتماعي وحتى الطبي بان جائحة كورونا في أفريقيا سنجد أنه بالفعل أوروبا يعني أدت ثمنا باهظا لمتحورات كانت تأتي من دول أفريقية الوضع الاقتصادي الهجرة غير المقننة أمور كثيرة جدا حتى الوضع الأمني هو الآخر تجعل من أن التقارب شر لا بد منه حتى وإن كانت هناك تيارات سياسية هنا وهناك لا ترغب ربما بهذا التقارب هو في الحقيقة يمكن القول أن الأزمات أحيانا تنطوي على فرصة كذلك كانت أزمة كورونا وكذلك كانت أزمة العلاقات المغربية الإسبانية الأخيرة هذه الأزمة لعبت دوراء الكاشف وضحت لأوروبا وإسبانيا أن المغرب تحول إلى قوة إقليمية وإلى قوة يجب الوطوق بها وكذلك هذه الأزمة لعبت دوراء القادح للمزيد من التقارب الإسباني المغربي لأن البلدين لا أقول اكتشفا وإنما وعت إسبانيا أن هناك ملفات كبيرة ومهمة لا يمكن حلها إلا مع المغرب وزنت المصالح ربما إسبانيا المصالح وضعت مصالحها في ميزان ووجدت كذلك هي مجبرة على هذا التقارب بفعل المتغيرات الإقليمية إذا نظرنا مثلا إلى الجزائر الجار الشرقي إسبانيا كانت لها الفرصة خلال السنوات الأخيرة بالخصوص للإطلاع أكثر على شطحات النظام الجزائري ورأت كيف أن هذا النظام يتنمر على جيرانه وبالتالي ترسخت قناعة لدى إسبانيا بأن الحليف الذي ينبغي التعويل عليه هو المغرب لماذا؟ لأن المشروع الانفصالي الذي تريد أن تطبقه الجزائر أو الذي تقوده الجزائر في جنوب المغرب إذا ما سمح الله أدى إلى الدويلة صغيرة تتحكم فيها الجزائر فذلك سيزيد من استفحال أزمة استفحال آفة الإرهاب في دول الساحل جنوب الصحراء وبالتالي هذا يشكل تهديدا ليس لاستقرار المغرب العربي وإنما سيشكل تهديدا حتى لاستقرار إسبانيا كذلك إسبانيا تفهم الآن أنه لا بد من حل مشكلة الصحراء المغربية لأن أوروبا التي تعيش الآن على وقع حرب في شرقها نتيجة تدخل الروسي في أوكرانيا لا يمكنها أن تحتمل حربا أخرى تقع في شمال إفريقيا وأنا أعتقد أن لا قدر الله إذا كانت هناك حرب أيضا في شمال إفريقيا فستعتبر حربا أوروبية لأن أوروبا الجدار الخلف الأمني لأوروبا إذن هناك العديد من الملفات التي تجد حلها في الرباط كذلك في ما يخص آفة الإرهاب في دول الساحل نرى كيف أن المقاربة الفرنسية قد فشلت وأن المقاربة الأوروبية قد فشلت وأن هناك سحب للجنود الفرنسيين وأن أوروبا وضمنهم إسبانيا تعول الآن على تكوين الجيوش المحلية للدول الخمس لدول الساحل وهنا أيضا للمغرب دور كبير يلعبه على مستوى تكوين الضباط والجيوش وأيضا المغرب له مقبولية داخل دول الساحل بوصفه دولة غير استعمارية دولة لا تسعى إلى تروات دول الساحل وكذلك هو المؤهل لكي يقوم بجانب المقاربة العسكرية أن يقوم بمقاربة دينية وعوية عن طريق معهد محمد السادس تكوين المرشدين والمرشدات وبالتالي أوروبا وإسبانيا تحتاج إلى المغرب في هذا الظرف الجيوستراتيجي بالداتة نعم إذن في ذات الإطار سيد الحسين هذا السياق الدولي والإقليمي وحتى على ضفتي المتوسط من جنوبه إلى شماله فرض أن يكون هذا التوافق وهذه الرؤية التي قد نقول بأنها مستقبلية أكثر من أنها راهنة تتعلق بالظروف الحالية أين ترى ربما أبرز التجليات في شقها العام ثم نحاول أن نخصص محورينها من الأمن وإذن الهجرة نعم إسبانيا ومن ورائها الاتحاد الأوروبي أو كل دول مشكلة للاتحاد الأوروبي أدركت دور الهام الذي يقوم به المغرب الذي يقوم به المغرب باعتباره بوابة أوروبا نحو إفريقيا وأنه ذلكم الدولة القادرة على حماية أولا أمنها الداخل القومي سواء تعلق الأمر بالهجرة والذي دبرها المغرب تدبيرا إنسانيا جديماعيا تنمويا عقلانيا ثم أنه يعني تدبيره لمسألة التطرف والإرهاب ذلكم أن المغرب أصبح الكل يدرك كل العالم يدرك على أن القوات الأمنية بمختلف درجاتها المغربية استطاعت أن تعمل على تحيد مخاطر الإرهاب في شتجلياته وفي عدة نقط من داخل المغرب بل وأكثر من هذا أنها استطاعت القوات الأمن المغربية بمختلف درجاتها أن تعمل على الدخول في شاركات مع دول إفريقية ودول أوروبية وكذلك قوات الولايات المتحدة الأمريكية واستطاعت من خلال هذا التعاون منذ انخراط المغرب في منظمة الشرطة الدولية لانتيربول منذ 1962 ذلكم السنة التي تصادفت أول دستورة للمملكة المغربية وهذا تبين للعالم عن أن المغرب له هذه العقيدة من أجل الدفاع أولا عن مكتسب الأمن والسلم والأمان التي تعتبر هي الرافعة لكل تنمية وأدركت إسبانيا ومن خلالها الاتحاد الأوروبي إنما ينبغي التعامل مع المغرب والتعاون معه طالما أن المغرب نادى ولزل يونادي على أنه لم في الماضي ولن في المستقبل أن يكون داركي لأحد وبالتالي المغرب من هذه النقطة يعني بيّن الالتحاد الأوروبي لما وقعت الأزمة ديال الهجرة ولما حاول البرلمان الأوروبي أن يعمل موقف سياسي لصالح إسبانيا ترتبى عنه أزمة مؤقتة نقوله لا وفشلة في ذلك لم يكن هناك قرارا منددا بما حدثنا بكل تأكيد بالمقابل أن المغرب كانت له ردود إيجابية من مجموعة من الدول الصديقة والشقيقة ومن بينهم مجلس التعاون الخليجي ومن بينهم الجامعة العربية ومجموعة من الدول الفائلة في صناعة القارة الدولية ومن هنا تبين الاتحاد الأوروبي وتبين لإسبانيا إنما الحل يكمنه في التعاون مع المغرب تعاون بذلك المفهوم يعني الذي يحفظ الحقوق ديال الطرفين في إطار المصداقية وفي إطار الشفافية والوضوح وفي إطار ندية مفهوم الإيجابي وبالتالي حان الوقت على كل أطراف يعني ضفتي البحر الأميض المتوسط أن تعمل جاهدة في المدلد إلى المغرب على مستوى التنمية أقول التنمية لأنه لا خلاص لا خلاص للإرهاب ولا للجريمة العالبة للقارات والتجار في السلاح إلا عن طريق التنمية في المناطق الإفريقية وفي بؤر التوتر بل أكثر من هذا أنه لا خلاص من جانب آخر إلا العمل على تنزيل المقترح المغربي المتمتل في الحكم الداتي لإنهاء تلكم الغدة السراطانية التي هي حجرة عطرة تحول دون التنمية المنشودة للمناطق المغربية للمناطق المغاربية أقول وبل لإفريقيا ومن خلاله إلى كل شركاء لإفريقيا ومن بينهم القارة القريبة وهي الاتحاد الأوروبي لنفصل في البداية في هذا التعاون في ماضيه وحاضره لنرى أيضا مستقبله كيف يمكن أن يكون دكتور خالد المغرب وإسبانيا في المجال الأمني إن كنا نقول بأن الأمن هو المضاد له هو الإرهاب هذا أمر أو تشخيص خاطئ يعني الإرهاب ظاهرة صحيحة ليست بالقديمة والتليدة ولكنها كانت مؤثرة ومؤلمة بالنسبة لمجموعة من البلدان الغربية أمريكا أوروبا غيرها ولكن الأمن ما بين الجارين يتعدى ذلك يعني هناك أمن الحدود هناك كما تفضل سلح وسيل الاتجار بالبشر الاتجار بالأسلحة الاتجار بالمخدرات المفهوم الأمني أو العلاقة الاستراتيجية الأمنية بين هؤلاء الشركاء ربما تتعدى ما هو إرهاب وجماعات متطرفة إلى غير ذلك اليوم في هذا الإطار إلى أين يمكن أن تصل العلاقات لأن الأمن هو الضامن للتنمية الاقتصادية الاجتماعية وأمور كثيرة جدا لقيام دولة مستقلة قائمة ذات وبالتالي أعتقد أن مدريد تضع في صلب اهتماماتها العلاقة الأمنية مع المملكة المغربية أنا أعتقد أن وإذا كانت إسبانيا تعد خلفية يعني غربية للاتحاد الأوروبي فالمغرب هو خلفية جنوبية للاتحاد الأوروبي ولإسبانيا بالخصوص نعرف أن الأمن ما بين المغرب وإسبانيا هما أمنان مترابطة حتى خلال هذه الأزمة الأخيرة التي أدت إلى الكثير من التشنج ومن هدم الفهم ظل التعاون الأمني بمنأ عن الأزمة ولماذا لأن الأمر يتعلق بمصلحة عليا تتجاوز الاقتصادي والسياسي وإذا تذكرنا جيدا نجد أن وزارة الداخلية الإسبانية كانت ضد استقبال رئيس البوريزاليو لأنها الوزارة التي لها الطلاع على دقائق الأمور والتي لها وعي كبير بالدور المحوري الذي يقوم به المغرب منذ بدأت العواصم الأوروبية تتعرض لهجمات إرهابية ظهرت الحاجة لحماية أوروبا من خلال تنصيق يكون عابرا للدول تنصيق على مستوى أمن عالي وهنا كان المغرب دائما يضع رهن إشارة شركائه تجربته وخبرته في محاربة التطرف والإرهاب إذا نظرنا إلى منطقة شمال إفريقيا وهي التي تهمنا بيئة الخصوص وقارننا المغرب مثلا مع الجارة الشرقية الجزائر نجد أن العشرية السوداء التي تعرضت لها الجزائر كانت هي مفرخة المتطرفين الذين طاروا فيما بعد إلى السودان وأفغانستان ثم عادوا إلى سوريا والعراق وبعد هزيمة تنظيم الداعش توجهوا نحو منطقة الساحل وبالتالي منطقة الساحل أصبحت هي حاضنة الإرهاب نظرا للعديد من العوامل هذا يعتبر فشلا للجزائر التي لم تقدم شيئا يذكر لمحاربة التطرف في هذه البلدان بل هي تضيف تنظيما إرهابيا آخر هو تنظيم البوليزانيو المغرب المغرب أثبت علو كابه في محاربة التطرف مد العواصم الأوروبية بلجيكا فرنسا ألمانيا حتى الولايات المتحدة الأمريكية بمعلومات على غاية على درجة كبيرة من الأهمية جنبت المصالح الإسبانية العديد من الهجمات ومن الضربات هذا التصالح بين القوسين الذي وقع ما بين المغرب وإسبانيا هو يخلق الآن ظروفا نفسية جديدة للتعاون والتنصيق ويمدنا بحماس جديد وبنفس جديد لكي نقوم برفع درجة التنصيق ما بين المغرب وإسبانيا بخصوص محاربة التطرف والإرهاب والمرور إلى برامج مشتركة تكون على غاية كبيرة من التطور خصوصا وأن الظروف الجيو استراتيجية هي ظروف متأزمة وتندر بالعديد من المخاطر نعم إذن كما تحدث دكتور خالد سي الحسين بالفعل هناك كانت وعطى مثال بوزارة الداخلية الإسبانية التي كانت ضد هذا الخلاف مع المملكة المغربية والذي بدأ بدخول المدعوب من بطوش إلى إسبانيا قصد العلاش وإيضا لا ننسى أن هناك وزير الدفاع الإسباني هو الآخر السابق تحدث عن أن المغرب حيض خطر هجمات إرهابية كانت تتعرض لها مدن إسبانية ومصالح إسبانية لأن ننسى أيضا المعلومات التي قدمها المغرب بما يخص هجمات مدريد هناك مجهودات تاريخية للمملكة المغربية مع الشركاء الأوروبيين من أبرم الزهم أكيد إسبانيا ونعلم أن هناك يعني جاليات ليست مغربية ولكن مغاربية عربية إسلامية تقيم في الديار الإسبانية ومنهم من يتم تغذيته ليكون يعني ذئاب متفردة للجماعات الإرهابية الحالية اليوم على طاولة النقاش مصالحون اقتصادية مشتركة ولكن الشق الأمني في ظل المتغيرات التي حتى الآن يتحدث خالد عن أوكرانيا عن شرق أوروبا فيها الآن دعوة للمجاهدين من كله كما كنا نتحدث عن المجاهدين الأفغان ذات يوم سنحن نتحدث عن المجاهدين الأوكران في يوم ما ربما وهذا سيجعل من أوروبا ساحة للاقتتال ربما بين أناس لا أحد يعلم ما هيتهم أو من أين جاءوا فالتنسيق الأمني على سلم الأولويات سيكون بين الرباط ومدريد بكل تأكيد أستاذ نوفل وهذا الملف الذي سيطرح بين المغرب وإسبانيا يمكن أن نقول لك بأن تدبيره أو نظرته من إسبانيا هو تدبيره هو نظرة ذلك المجبر أخاك مجبر لا بطل من هذا الجانب هذا الإجبار صفة الإجبار للتعاون مع المغرب بكل ما تحمله الكلمة من معنى إسبانيا أدركت على أن من مصلحة أمنها القومي ومن مصلحة السلم الذي ينبغي أن يعم المملكة الإسبانية يعني أفرادا وجماعات ومؤسسات من أجل مناشد التنية التي عبر عنها بالمناسبة حتى رؤساء للحكومات السابقة ومن بينهم ساباتيرو الذي عبر لوسائل الإعلام والوسائل الإعلام المغربية والإسبانيا على أن في ولايته خلال 2008 إنما كان يدعم المقترح هذا التصريح قاله لإذاعة البحر الأبيض المتوسط تماما واعتبر على أنه كان دائما يدافع عن طرح اللي هو حقية المغرب في وحداتية الترابية نخل أبخل موراتينوس تماما تماما وكلهم أجمعوا على أنهم كانوا دائما يمدوا اليد في إطار التعاون على تجليتهم ومن بينهم على قضية الأمن هذا المعطى أدرك المنتظم الدولي أنه لا سبيل للتنمية لا سبيل للتنمية في غيام الأمن لأن لا نتصور يعني أن يكون دولة عبارة عن ورش ورش جماعي وورش اقتصادي في إطار التنمية المستدمة إلا لم يكن عنصر الأمن حاضر وهناك جلال التفرد دي المغرب وقوة المغرب على اعتبار أنه لما كان الربيع العربي وهتزت الأنظمة السياسية وهتزت يعني الأمن القومي لهذه الدول بل وهتزت معاه التجارة والنظام المصرفي والمالي والتجاري وما إلى ذلك البلد الوحيد الذي استطاع أن يحافظ على مكتسباته وعلى تجارته وعلى إنتاج خيراته الاقتصادية إنما هو المغرب انطلاقا من عنصر الأمن هنا التقطت أوروبا وإسبانيا هذا المعطاة السلم الإجتماع إذا خلق الملك المغرب لا ننسى أيضا أن هناك أسمح لإنتاج لا ننسى أن هناك نجاعة للأجهزة الأمنية المغربية اليوم المغرب شريك موثوق به بالنسبة لولايات المتحدة فيما يخص مكافحة الإرهاب وهناك عدد من الأمور التي تم حلها وخلايا تفككت بسبب مجهودات والتبادل استخبارات مغربي أمريكي بلجيكا برشلون في إسبانيا مشموعة من فرنسا أيضا فاليوم حتى قوة الأجهزة الأمنية ومنعتها وسياسة الاستباقية التي تخوضها في مجال مكافحة الإرهاب واستثباب الأمن على المستوى الداخلي ومساعدة الأشقاء والجيران والأصدقاء في مختلف دول العالم يجعل من المغرب أيضا يعني شريك قد نقول بأن إسبانيا لا محيد عنه لأنه أثبت بأن الذي خبر في هذا المجال المغرب أثبت جدارته على المستوى الدولي وهو كما قلتم هو عضو مثلا في التحالف الدولي لهزيمة داعش ويحظى بإشادة من كبريات يحتضل المركز الأمم المتحدة المكافحة في الربار إذن المغرب كانت دائما يعني سياسة استباقية واستمكن من إحباط العديد من العمليات الإرهابية وعندما نقارن كما قلت المغرب في محيطه المغاربي نجد أنه الدولة الأكثر استقرارا نرى ما يجري مثلا في ليبيا كيف أدت ثورات الربيع العربي إلى ضرب الاستقرار في العديد من الدول العربية تونس كذلك نرى كيف الآن في دول الساحل كيف يتحرك الإرهابيون بأريحية وكيف يستفدون من شبكات التهريب وكيف أصبحوا ضالعين في الجريمة المنظمة بل كيف أنهم تغلغلوا حتى بين السكان المحليين ونرى أن هذه المنطقة التي يوجد في خضمها المغرب هو بمثابة صمام أمان لا يجب التفريط فيه نرى مثلا أن دول الساحل أصبحت مطمعا للعديد من القوى العالمية مثلا هناك فرنسا لنقول أن فرنسا لها تاريخ استعماري في هذه المنطقة ولها واجب أخلاقي لأجل محاربة الإرهاب ولكن هناك أيضا الصين التي هي قوة الناشئة وتريد أيضا أن تستقر في منطقة الساحل وهنا تركت فاغنر ضد الإرهاب هي تتجه إلى تجفيف منابع التطرف وخصوصا مقاومة التطرف على الواجهة التقافية لأن الإرهاب والتطرف أصبح يتجدد الآن ويجدد مقولاته والمغرب هو الذي ينهج مقاربة يعني متعددة الأبعاد في محاربة الإرهاب يجب أن تستفيد منها الدول المجاورة يد واحد لا تصفق وإن كان للمغرب نموذج فيه الوسطية والاعتدال على مستوى بلد إسلامي لديه أيضا باع طويل في تكوين الآئمة والمرشدين عبر علاقات شراكة وتعاون كانت مع إسبانيا ومع فرنسا ودول أوروبية عدة وساهم ربما بإعطاء نموذج يحتذى في العالم الإسلامي ولكن لماذا نقول يد واحد لا تصفق لأنك قول قليل أستاذ الحسين أشرت لنقطة هامة جدا وضعت الأمن بميزان واحد وكفة واحدة مع التنمية بالفعل اليوم حين نشاهد مثلا ألمانيا تتعهد بتقديم أموال مجموعة من الدول الأفريقية خاصة دول السحل والصحراء في قمة على ما أعتقد عقدت هناك في نواكشوت في العاصمة الموريتانية قبل ست سنوات لم تخني الذاكرة ولكن في نهاية المطاف لم يتم دفع أي مبلغ مالي نشاهد إيطاليا تعيش أزماتها الداخلية وتبتعد كثيرا عن تقديم الدعم نعرف ونفهم لماذا ذلك أيضا إسبانيا وضح الاقتصادي ليس بذلك الوضع الجيد البرتغال واليونان مرى بأزمات اقتصادية في أوروبا وبالتالي اليوم قد نقول بأنه وسيط طرف آخر جديد في المعادلة الأمنية الأفريقية هو المملكة المغربية مطلوب ليس لإسبانيا فقط ولكن أيضا مطلوب لأوروبا ككل الجار الشمال الذي يخشى هذه القارة الملتهبة المتكاثرة في عدد سكانها وأيضا التي فيها غياب التوازن بين الطبقات المجتمعية المختلفة وأضف إلى ذلك أكيد الظروف الأمنية الصعبة من انقلابات وغيرها نعم سيد نوفيل ينبغي استحضار على أن المغرب في علاقته بالتحاد الأوروبي كمؤسسة وكمؤسسة اقتصادية وإقليمية وفي عغلاقته مجموعة من الدول من داخل الاتحاد الأوروبي تربطه اتفاقيات على هذا المستوى ولكن لم تصل إلى المستوى الذي من شأنه أن تكون ذلك الاتفاقية التي ينجب أن ينظر إليها يعني مجموعة من الدول الأوروبية للمغرب ومن خلال المغرب الدول الإفريقية لأنه يجب أن نقف على بعض النقاط وهي حقيقية في طارق أغلب دول الأفريقية كانت مستعمرة من دول أوروبية عملت على سينفات خيراتها وبالتالي بنت اقتصادها وصرحها أمحان عليها أن ترد الدين لصاحبه لازالت تبني المعادن والمغارض الطاقية تأخذ من النيجر وتأخذ من دولين أفريقية وأن أغلب الدول الأوروبية تتغنى بالديمقراطية وحقوق الإنسان أمحان لهذا المفهوم أن تتمثله مجموعة من دول الأوروبية وتعمل على تنمية الدول الأفريقية وكأنها ترد لا أقول الجميل ولكن ترد الدين هذا الجانب الأول الجانب الثاني إذا ما أخذنا المملكة المغربية بعين الاعتبار المملكة المغربية بكل أمانة وبكل صدق وبكل حيادية على أنها هي الدولة ذات يعني المعادلة الصعبة في هذا تشكل العلاقات الجديدة نقوله بعد أثار كورونا وتزامنها مع أثار يعني الحرب أو الأزمة الروسية الأوكرانية وما ترتبعنا وما سيترتبع عنها مركزات وبالتالي أنا أعتبر بأن الاتحاد الأوروبي والدول اللي بين بين المغرب وما بين هذه الدول إنما ينبغي أن تخرج هذه الاتفاقيات من طابحها العادي المحتاجين المتدبديب الأبائل إلى اتفاقيات جريئة تصل إلى مستوى ما أهل المغرب بصفته قائد في إفريقيا وشمال إفريقيا هو المستثمر يعني التاني فيها والأول على مستوى غرب إفريقيا بل وأنه مستعد بأن يمد يده إلى الاتحاد الأوروبي حتى لا تتكرر دلكم الأزمة التي أبانت على أن لولا التعاون مع المغرب بمفهومه يعني ما تحمل الكلمة من معنى فيما يخص توازن توازن القيم وتوازن وتوازن المصالح في إطار الندية وفي إطار احترام المتبدل والوفاء بالالتزامات والوضوح الذي ينشده المغرب لأن المغرب عبر سياسته وخلال العشرين سنة الماضية دائما يطالب سياسته الوضوح والطموح وهذا من حق المغرب اطلاقا من القوة التي يتمتع بها ومن المكان الذي يتمتع بها ومن الرياضة التي وصلها إلى المغرب والسؤال الذي يطلح اليوم هو هل بالنسبة سي خالد بالنسبة لأوروبا هل هذه الضفة الجنوبية للمتوسط أولوية أم أنهم لا بد من أن يداول جراح على الأقل الأوروبية الأوروبية اليوم بعد ما يصفه فلاديمير بوتين بالعمليات العسكرية في أوكرانيا هي الأخرى أفرزت عن ملايين اللاجئين هي الأخرى أفرزت عن أزمة طاقية هي الأخرى أفرزت أزمة في الأمن الغذائي فهناك مستجدات كثيرة لن تنتهي بمفاوضات في بيلاروسيا تعقد من أجل إنهاء الخلافات أو العمليات العسكرية كما توصف الأمور ستتمتد لسنوات عدة فأيهما يحظى بالأولوية هل هذه الضفة الجنوبية أم تلك الشمالية هي في الحقيقة أوروبا ملزمة أن تسير في عدة مسارات أو في مسارات متعددة ملزمة ملزمة هي الآن تعيش في لضاء الحرب الروسية الأوكرانية ولأول مرة يطرح عليها استقبال يعني لاجئين أوروبيين أوروبيين دو عيون زرقاء و يعني شعر شعر أشقر وكانت قد سبق لها أن استقبلت اللاجئين السوريين بسبب يعني الأزمة السورية التي طالت وعمرت ولذلك هي أوروبا تحتاج إلى من يدفع عنها يعني أو يحمي حدودها الجنوبية المغرب المغرب دائما ما يردد أنه ليس دركيا لأوروبا وفي الحقيقة هو ليس دركيا لأوروبا المغرب يقوم بواجبه يحمي حدوده وعندما يقوم بواجبه فهو يحمي بالشكل آلي الحدود الأوروبية ليس واجبه لا أسمحتي ليسي خياريه واجبه تجاه بلده أكيد ولكن المغرب تعدي ذلك ليصبح في دستوره وقوانينه ما له علاقة بالهجرة وأصبح المغرب من بلد عبور إلى بلد استقرار المغرب بلد محتضن اليوم لجالية أفريقية كبيرة جدا تعمل في قطاعات عمومية وخاصة ويعني تساهم في الإنتاجية التي نشاهدها في الاقتصاد الوطني وفقا لقوانين ترعي كرامة الإنسان الأفريق والمغرب ميزته أنه يعني بلد محوري في قضية الهجرة هو مصدر للمهاجرين هو بلد عبور وهو أيضا بلد استقبال المغرب في الآوينة الأخيرة عندما عاد أو قبل أن يعود إلى الالتحاد الإفريقي منذ عهد الملك محمد السادس نهج مقاربة إنسانية تجاه الأشقاء الأفريق وتحول المغرب إلى صوت إفريقي نتذكر كيف رافع وزير الخارجي ناصر بوريطا عند اجتماعه بدول فيشقرات عن المقهورين في إفريقيا عن وجهة النظر الإفريقي الخاصة بالهجرة ووضح لأوروبا أن مقاربتها خاطئة وأوروبا تعتبر أن الأفارقة عبء عليها بينما الأفارقة يمثلون مستقبل أوروبا العجوز وبالتالي لا مناص من حكامة جيدة للهجرة من فهم جيد لظاهرة الهجرة وهذا يمر بالنسبة لأوروبا عبر بوابة المغرب الذي أصبح لا محيد عنه في هذا المجال المملكة المغربية بقيادة الملك محمد السادس القادة الأفارقة اختاروا جلالة الملك أن يكون رائدة من الهجرة في أفريقيا واليوم لدينا مرصد للهجرة هذا المرصد يقدم خدمات سنقول بأنها لديها ربما عكاسات مستقبلية هامة جدا لأنه اليوم نتحدث عن الهجرة ولكن لا أحد يعلم كم من شخص مهاجر جاءنا من سيراليون أو من تنزانيا أو من النيجر أو من دولة أفريقية أخرى أو دول السحل والسحراء كم تصدر من المهاجري اليوم المعطيات العددية على وجه التحديد التي سيقدمها المرصد لأفريقي للهجرة للكائن بالرباط سيمكن أولا من معرفة واقع هذه الظاهرة ومن ثم البحث عن حلول جدرية لها وجعل الهجرة محفز للاقتصاد ومحفز للعطاء للعكس ولكن في ذات الآن إسبانيا اليوم التي تجلس على طاولة النقاش مع المملكة المغربية باجتماعات اللجنة المشتركة أكيد واجتماعات ستكون بينية وأخرى مستقبلية يعني عليها أن تغير تلك النظرة التي تحدث عنها استخالة التي قال عنها بوريطة بأنها لدى المستعمر القديم نظرة نفعية ولكن اليوم لا بالعكس أفريقيا فيها الكثير من الإنتاج والعطاء والموارد البشرية الأفريقية نراها من الثقافة إلى السياسة إلى الاقتصاد إلى الرياضة في القارة العجوز في قارة أوروبا واضحة المعالم والأفعال أيضا فهل يمكن أن يكون المغرب هذا لن أقول وسيط ولكن هذا الرائد في الهجرة الذي بإمكانه أن يغير تلك الصورة النمطية في العلاقة ما بين دول الاستقبال ودول تصدير المهاشر نعم أستاذ جليد لما تفضل الاتحاد الأفريقي بمنح صفة لجلالة المالك محمد السادس حفظ الله بصفته رائدا للهجرة هذا كان بناء على العمل لم يعطى لجلالته منفره وإنما كان يعني تدبير المغرب تحت الإشراف والتوجهة النيرة لجلالته إشرافا يعني من شئنه أن أعطى للمغرب هذه المكانة في مقاربته للهجرة مقاربات موية اجتماعية إنسانية هذا الجانب الأول الجانب الثاني أنه لما يعني عمل المتنظم الدولي على خلق مرصد للهجرة على المستوى المغرب يجب أن نعي على أنه كان متدعيم من الولايات المتحدة الأمريكية من داخل الأمم المتحدة اعتبارا بكون تقارير الوزنة الخارجية الأمريكية ومجلس الأمن القومي الأمريكي تصدر تقارير سنوية تفيد على أن إنما المغرب هو أولا شريك موثوق به على مستوى الأمن يعني شارك على مستوى الأمن ثم أنه يعني يجب تدعيمه حتى يصبح هذا المرصد المغاربي أو المغربي للهجرة بصفته مؤسسة تابعة لالتحال إفريقي يكون بمثابة بنك للمعلومات بنك للمعلومات يعمل على دراسة وتشخيص ورص كل ما من شئنه أنه يعطيه الوجه الحقيقي على مستوى الإحصاء على مستوى يعني على مستوى النظرة المستقبلية على مستوى المعالجة إن في علاقته بالدول سحر وصحراء أو على مستوى شمال إفريقيا ومن خلالهم إلى الضفة الأخرى إسبانيا أدركت أقول أدركت أدركت على أن المغرب بهذه المقاربة الرائدة التي شهد لها الجميع أصبح لزاما عليها أقول لزاما نسطر على الكلمة أن تعمل وهذا المساوى الذي وصلت له العلاقات المغربية الآن التي نتحدد عليها وليها يعني كلها أمل في استصرف للمستقبل بل والعمل على 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 تحصينها كما جاء على لسان السيدة إليزابيل رودريكيز بسلفتها ناطقة أو متحدد بسمية الحكومة أنها أكدت على ليس فقط يجب تحصين هذه العلاقات وإنما يجب عدم القول باهتزازها في المستقبل بمعنى آخر هذا التصريح دي المؤسسة هذا التصريح دي الحكومة دي الناتقة الرسمية بسم الحكومة الإسبانية ولكن اليوم هل اليوم نعم ليست إسبانيا هي فقط المسؤولة اليوم عن ضائرة الهجرة فيما يخص مثل القرى الأفريقي على سبيل المثال للحظر ولكن هذا إرث هذه تركة لدول المستعمرة تركت الطغاة وفي كثير من الأحيان لم تقدم تنمية ما وجعلت أنظمة غير قابلة للديمقراطية في كثير من الرقع الجغرافية مسحات شاسعة دون سيطرة أمنية تأتي بعمليات عسكرية مؤقتة تأخذ ما تأخذ كما يقول الأفارق من ثروات وطنية ولكنها لا تقدم أي شيء مستقبلي يعني شيء لديه بفعل استراتيجي ربما اليوم المملكة المغربية أيضا هي الأخرى لا يمكن أن تكون دركيا لأحد ولا يمكن أن تؤدي الفاتورة منفردة تماما هي التي لديها شريط حدودي طويل مع القارة الأوروبية يبدأ بالجارة إسبانيا نعم فوفقا لأي معايير ستبنى العلاقة وقد يكون هذا الجار الإسباني ناقل حسن لأفكار نيرة إلى أوروبا ككل عبر اتحادها وهيئاتها ومفوضاتها وبرلمانها نعم نعم أستاذ نوفل يجب أن نستحضر معطاء أعتبره هذا أهمية الاتحاد الأوروبي من خلال الدول البنية التي تربطهم علاقات المغرب في علاقة مع إفريقيا والمسألة الإرهاب والتطرف هم يعلمون على أن هناك مقدمات دي الإرهاب وأن لا مناصة للتعاون مع المغرب من خلال إفريقيا إلا القاضاء على هذه المقدمة من بينهم الهدر المدرسي الإحصائيات لمخيفة الهدر المدرسي على مستوى يعني التلاميذ والطالبة دي الإفريقيا سعات القراءة يعني هذا المدرسي الذي عنده علاقة بالتنمية وعنده علاقة بالفقر وبالأوبي أو بالأمراض وما إلى ذلك وما تعانيهم إفريقيا ماذا ننتظر من هات الشباب الذين هم ضحية للهدر المدرسي وذا هي التطرف إنما يرتمون في الجماعات المتطرفة ويكون قنابيل أنا أقول وفي عدة مناسبات هات القنابيل الموقوطة التي تكون ناتجة للفقر والأوبي أو وعدم يعني التدين وفق للديل الإسلامي السمح هم قنابيل ليس على إفريقيا ولا المغرب هم القنابيل موقوطة ستنفجر على أوروبا وبالتالي على أوروبا أنتعي وهي قد وعدت بهذا وبالتالي عليها أن تدخل مع المغرب في شراكات من شأنها أن تعمل على التنمية من أجل محاربة التطرف ومحاربة لهذا المدرسي ومحاربة الأوبئة والفاقة نعم استخال الدقائق معدودة بقيات يعني العهل المغربي في أحد خطاباته قال لا يريدون جارا قويا مزدهرا تتذكر هذا الخطاب لم يكنوا يريدون المغرب قويا لا يريدون هذا الأفريقي الذي يخرج اليوم للنهضة للتطور للتقدم ولكن اليوم لما لا يكون المغرب مثلا بوابة كما تعتبره الولايات المتحدة اليوم صوب القارة الأفريقية من أجل تنمية هذه القارة والمغرب فاعل يعني مستثمر أساسي في مجموعة من الدول في غرب أفريقيا كما في شرقها ويطمع لمشاريع ذات بعد استراتيجي حين نقول أنبوب الغازمة بين نيجيريا والمغرب هذه كلها أمور قد تحقق ليس فقط التنمية الداخلية الأفريقية وتجعل بعض الدول تنعم بالاستقرار حين نقول أنبوب يمر في أكثر من 19 دول أفريقية هذا أمر جيد وفي نفس الوقت قد يحقق لأوروبا أمنا في غذائها وطاقتها على المستوى المستقبلي فوفقا لأي معايير سيتم تعامل ما بين إسبانيا والمغرب بالنظر إلى كل ما حققه المغرب من تطور على المستوى الاستراتيجي في مشاريع قد نقول بأنها يعني هام وهمة جدا للجار الأوروبي أعتقد أن إسبانيا الآن فاهمت مقدرات المغرب فاهمت إمكانيات المغرب وتعي جيدا الاحترام الذي يحبى به المغرب وعاهله سواء في المنطقة العربية ونرى نشاط المغرب على المستوى العربي أو على المستوى الإفريقي أوروبا إما أن تأتي إلى إفريقيا لتساعد على التنمية أو سيأتيها الأفارقة وسيكون جزء كبير منهم مسكونين بأفكار التطرف والإرهاب إذن المقاربة التي سيسعى إليها المغرب مع إسبانيا هي مقاربة شبولية تستحضر المصلحة الإفريقية فالمغرب الآن عضو في الإتحاد الإفريقي وهي المغرب سيكون أو من المرجح أو من الواجب أن يكون هو بوابة الاستثمارات نحو إفريقيا مؤخرا في اجتماع لدول الساحل والمكسب التنفيذي لدول الساحل والصحراء أشار وزير الخارجية ناصر بوريطا إلى أن رؤية ساحب الجلالة لإفريقيا ليست هي التجارة وإنما الاستثمارات التي تخلق التنمية المغرب سيرافع عن هذه الرؤية وأعتقد أن الإسبان سيقتنعون بوجهة النظر المغربية وأن أوروبا كلها تعرف أن المغرب بما أنه بلد إفريقي فخطابه يحظى بالقبول لدى الأفارقة وليس له ذلك التاريخ الاستعماري وبالتالي يمكن أن يكون هناك تشاركية بين دول الساحل وحتى دول غرب إفريقيا وإفريقيا برمتها ويمكن للمغرب أن يكون المرافع الأمين عن طموح الأفارقة تجاه الأوروبيين سيد حسين أيضا هذا التعاون وهذه الشراكة ذات البعد الاستراتيجي في قضايا هامة تجارية اقتصادية أمنية إلى علاقة مكافحة الإرهاب قد تمنح أيضا إسبانيا مكان مرموقة في السياق الأوروبي وهي تريد ذلك بكل تأكيد ألمانيا فرنسا ألمانيا فرنسا هي من المسيطر على الأوروب أنا أقول بأن بموقف إسبانيا الأخير هذا أنا أعتبر كانت ذكية جدا لما التقطت الرسائل وخاصة الخطب السامي لجالة الملك والنقاط التي جاءت فيها الجانب الثاني الأزمة الروسية الأوكرانية وما ترتبان عن أزمة الطاقة إسبانيا أدركت على أن إنما ينبغي الدخول مع المغرب في هذا الجانب للطاقة جديدة والبديلة ونحن لاحظنا أن ألمانيا دخلت مع المغرب بريطانيا نعم بريطانيا دخلت مع المغرب في هذا الاتجاه وبالتالي الآن وما ترتب على الأزمة الروسية الأوكرانية من أزمة لأوروبا أنا أعتبر بأن حان الوقت لأوروبا أن تعمل على الدخول مع المغرب في شركات استراتيجية أقول استراتيجية وليست آنية أو ضرفية من أجل إنتاج طاقة البديلة المتجددة حتى تكون المغرب يعني منبع لتزويد أوروبا من طاقة المتجددة وهي قادرة على ذلك وأن المغرب له تجربة دي النور واحد ونور رجل وما إلى ذلك وبالتالي أنا أعتبر بأن إسبانيا أعتبر بهذا الموقف وبأن مددها البيضاء إلى المغرب والذي هي مرحبة بها من طبيعة الحال لأن إنما العلاقات المغربية الإسبانيا وصلت إلى ما ينبغي أن يكون عليه ذلك من العلاقات المربوطة أو المرتبطة بالتاريخ وبالحضارة وبالقواسم المشتركة الإنسانية والاجتماعية وما إلى ذلك وبالتالي أنا أعتبر يعني الأمل كل الأمل للمغرب وإسبانيا بفتح هذه الصفحة المشرقة أقول المشرقة التي لا شك وأنها تأتي بتمار بكل تجليتها على البلدين وعلى الشعبين وعلى القاراتين أكيد وكما قلنا يعني في السؤال أن إسبانيا في أقل من عشر ثواني تفضل أنا أعتقد أن إسبانيا عليها أن تستفيد من مقولة الملك الحسن الثاني طيب الله تراه التي خص بها المغرب حين قال بأن المغرب هو شجرة جذورها في إفريقيا وأغسانها في أوروبا على إسبانيا أن تستغل هذا التقارب مع المغرب لكي تصبح شجرة جذورها في أوروبا وأغسانها في إفريقيا شكرا لك دكتور خالد فتحي البحث في العلوم السياسية وأيضا الشكر موصول لك الحسين قنون رئيس المركز المغرب للدراسات السياسية الدولية أهلا وسعلا شكرا لكم شكرا لكم شكرا لكم مشاهدين الكرام على حسن المتابعة لكم أجمل تحية أينما كنتم أو اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة